صباح الخير أهلا بكم عزيزة ومشاهدين في حلقة جديدة من برنامج روشتة كيرزون حلقتنا النهاردة عن الأمراض التي تصيب السيدة أثناء فترة الحمل معنا ومعكم الدكتور عبير حافظ استشارة لأمراض النساء والتوليد جماعة الكهارة أهلا بك يا دكتور أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك يا برحمة وأهلا بك المشاهدين كلهم أولا يا دكتور عايزين نعرف إيه هي الأعراض الحمل الحقيقي والقرى الحقيقي أعراض الحمل الطبيعية اللي بتحصل مع الحامل واللي هي الغير طبيعية طيب يا عبد الرحمن قبل ما جاوبك على السؤال ده أحب أقول جملة كده آآ مبروك أنت حامل آآ دي جملة آآ ليها مردود حلو جدا وجميل جدا على كل زوج وزوجة في بداية حياتهم الزوجية آآ لسه مستنيين الخبر ده لأول مرة لها مردود حلوة قوي على كل زوج وزوجة عندهم موضوعات آخر الإنجاب فأول ما بيسمعوا الكلمة دي بتبقى كلمة جميلة وكلمة حلوة مبهجة ليهم كالسوائلوجية أصلا يعني آآ طبعا زرع الله داخلنا لتعمل الأرض طبعا يعني فحاجة جميلة قوي أنهم يسمعوا الخبر ده آآ وطبعا بيوصل الخبر ده للأهل والقرائب والأم والأصحاب فتلاقي بقى تبدأ التليفونات وتبدأ النصايح ما تشربيش كذا ما تكليش كذا نمي على ظهرك نمي على بطنك قوي تشربي الحاجة الفلانية فبتلاقي النصايح زيادة منها وطبعا ده من حبهم واهتمامهم بالأم الحامل الجديدة وخوفهم عليها بس أنا ليه نصيحة للأمهات وللناس اللي بتحب بناتها في فترة الحمل دي مهمة قوي إن أول نصيحة وأهم نصيحة إنك تقول لها روحي للدكتور المختص من أول ما تعرف إنها حامل علشان هو اللي هيوجه لها النصايح الصح في أول فترة الحمل إن كل واحدة حامل مختلفة عن أي واحدة تانية يعني في الحمل بيختلف وأعراض الحمل بتختلف من واحدة للتانية فدي نصيحتي يعني بالنسبة بقى الأعراض الحمل الطبيعية والغير طبيعية في الأول ما بتزهر طبيعيا فترة الحمل دي بتبقى تسع شهور بتعرف المرأة الست الحامل يعني إن هي حامل أو لا بعد تأخر الدورة الشهرية مثلا ما بتجلهاش لمدة أسبوع بتروح تعمل اختبار حمل طبعا اختبار الحمل ده أنا بنصح برضه بلاش اختبار البول ده خالص لأنه هو ساعات بيبقى إيجابي وهي أصلا مش حامل وساعات بيبقى سلبة وهي حامل فيستحسن بلاش منه أول حاجة تعملها تعمل اختبار حمل في الدم تمام عارفت إنها حامل تبدأ تفكر بقى هتعمل إيه أول حاجة لازم تعملها بتروح للطبيب المقتص اللي هيقول لها النصيح بتاعت الحمل الأعراض اللي بتزهر عليها فيه طبعا أعراض الحمل الطبيعية دي ولا هل هي زيادة شوية مش طبيعية محتاجة تروح للدكتور ففيه أعراض بدايتها مثلا ممكن تلاقي نتيجة لأن الرحم مع الحمل بيضغط على المسانة البولية فبتلاقيها عايزة تخش الحمام كتير فيه احتباس في البول ففي الحالة دي ده شيء طبيعي بس ممكن يكون مش طبيعي وفيه التهبات فلازم تجالنا العيادة وتشوف وتقول الدكتور يقولها تعمل تحليل بول ده المتابعة بقى والمتابعة لأول حاجة تعمله طيب العارض الثاني ممكن يكون قيء ميل للترجية ده شيء طبيعي بيحصل مع الحوامل الكل لأنها بترجع مرة ولا مرتين في اليوم بس ممكن يكون أكتر وهي مش عارفة إن ده مش طبيعي فساعتها برضو حتى لو كان طبيعي بتروح وينصحها يقولها تعمل إيه فممكن يبقى طبيعي ولما يزيد يبقى مش طبيعي فلازم تفرق بينهم عن طريق الطبيب المختص نعمرة ثالثة إفرازات عادية بتنزل عليها بس هل هي إفرازات زيدة هل لنها إيه متغيرة ولا لأ برضو نصحة الطبيب فالإفرازات بتزيد أصلا أثناء الحمل وساعات بتبقى إفرازات مدممة يعني فيها نقطة بنية أو خمرة خفيفة أوي الإفرازات دي يعني طبيعية شيء طبيعي بيحصل مع تقلصات الرحم شوية في أول الحمل الحمل لسه جديد بتحصل شوية تقلصات فبيحصل انفجار للشعيرات الدموية الموجودة في عنق الرحم وبينزل دم طبيعي بس ممكن يكون دم زايد ممكن يكون دم نتيجة الإجهاد أو إنذار بالإجهاد برضو لازم تروح للدكتور فتفرقة هنا بين الاتنين دول هو الطبيب المختص بالمتابعة مع الطبيب هتعرف أكيد أنه لازم لازم ولو في مشكلة بداية هتبقى كويسة في الحمل تكتشفها بدري جدا فكل حال لازم تروح حتى تقول أنا طبيعية لا تروح للدكتور وهو يديها النصائح اللازمة للي هي المتابعة في الحمل فما بتروح للطبيب بيديها طبعا أول حاجة اللي هي أهم حاجة في الدنيا كلها للمرأة الحامل بتاخد حمد الفوليك بس بس ما بتاخدش حاجة تانية الحاجة التانية تقول عمل لي سونار ده طبعا السونار ده علشان يتعمل في الأسبوع السادس أو السابع عشان يبان جنين فلو عمل لها سونار قبل كده ما تقلقش خالص إن الجنين مش ظاهر في الرحم لأنه هو لسه بدري على إنه يظهر فما تقلقش وتقول إيه ده إيه حصل يا ترى يا ترى لا بتقلقش خالص طب العراض الحاملة الطبيعية بقى الأعراض الحاملة الطبيعية اللي احنا قلناها اللي هي القيء المغص البسيط دخول الحمام كتير إفرازات شوية بتبقى عالية تمام بس فتفضل طب الأمراض كلها كده اللي بتصير السيدة الحاملة واحدة وعدة تفصليا كده ماشي الست الحاملة حاملة زي ما احنا قلنا تسع شهور تمام بساعات بتصيبها أمراض الأمراض دي هنقسمها لجزئين في أمراض بتبقى أصلا قبل الحمل بتبقى مصابة بيها قبل الحمل زي مثلا أمراض في الكلا زي الكبد زي أمراض المناعة زي الضغط زي السكر زي أمراض دراسية زي فيروسات كل دي أمراض بتبقى هي موجودة ممكن تكون موجودة ممكن متبقاش موجودة دي بتبقى موجودة لما بتبقى حامل أو بتكتشف أنها حامل تخلي بالها أنها هي لازم لازم تبقى حريصة على متابعة دكتورها اللي بيتابعها قبل الحمل والدكتور النساء اللي بيقالها هيتابعها والاتنين لازم يبقوا في تواصل بينهم لأن الحمل بيعمل مضاعفات للأمراض دي بعد في فترة الحمل نفسها بتحسن مضاعفات ممكن ما تكونش زاهرة قبل الحمل أصلا وتزهر بعد الحمل ممكن طبعا ما تبقاش زاهرة قبل الحمل وتزهر بعد الحمل ممكن تبقى زاهرة قبل الحمل وتتضاعف وتزيد وتبقى صعبة قوي بعد فترة الحمل فلازم أهم حاجة أنها تتابع ودكتورها بتاع الأمراض اللي عندها ودكتور النساء الجزء الثاني اللي هو الأمراض اللي بتصيب المرأة الحامل برضو هنقسمهم لشقين فيه شق اللي هو في أول شهور الحمل فيه شق الثاني اللي هو بعد الشهر الرابع أربعة ونص يعني أربعة شهور ونص من الحمل الشق الأولاني اللي في أول شهور الحمل أهم حاجة ممكن تواجهها اللي هو القيء الترجيع القيء مستعصي أو القيء العادي بقى احنا بنتطرق من القيء العادي بقى ما هو ده مرض بقى حيبقى مرض فبالتالي حيبقى اسمه حاجة اسمها قيء مستعصي أو إميسيس جرافيديرام يعني بتبقى بدل ما بترجع مرتين في اليوم بترجع خمس مرات أو أكتر طبعا الترجيع ده بتفقد سوائل في الجسم بتفقد أملاح بتفقد مية تشرب حاجة ما بتقدرش ده قيق مستعصي فيه الأخطر بقى أو الأخطر من كده اللي هو الهايبر إميسس ده ده بيبقى أكتر من عشرين مرات تلاقيها دخلة خارج عمالة ترجع مش قادرة تشرب مية من مقطة مية تلمس معدتها تلاقيها بترجع طبعا دي بتبقى عندها جفاف شديد زي بالظبط طفل الصغير اللي بيبقى عنده جفاف بيبقى تمسك إيدي كده عارف الطفل ما يبقى عنده جفاف في عبد الرحمن تلاقي إيدي كده زي الجلد على لحظة هي بتوصل لكده فدي مرحلة خطيرة الحالة دي لازم لازم مش هقولك المتابعة بس لا دي كمان بنعمل لها تحليل اللي بيشخص الحالة الخطيرة تحليل في البول نسبة الجفاف في البول بتبان تحليل اسمه الأسيتون فنسبة الجفاف دي لما بتبان عالية تبقى واحد أو اتنين أو تلاتة بندخلها مستشفى وتخش في المستشفى أقل حاجة 24 ساعة ومش مهم تصوم بلاش لا تاكل ولا تشرب أنا ما يهمنيش لا أكل ولا شرب لأن لو كلت أو شربت أي حاجة هتسير المعدة بتاعتها فحترجع فحيجي لها جفاف أكتر فإحنا في الحالة دي إيه؟ تصوم حتى تعوض إيه؟ أهم حاجة تاخد أدوية الترجيع اللي بيديها في المستشفى وتاخد محاليل تعوضها عن السوائل اللي فقدتها في جسمها وتعوض عن الأملاح اللي فقدتها في جسمها تمام فدي القيء المستعصي لازم علاجه وإلا بيسبب لها مشاكل تانية وده بينعكسها للجنين بعد كده عايز أشرح الفيسيولوجي أو قصة القيء المستعصي ده بيحصل إزاي؟ يعني إيه سبب القيء أصلا في الحمل؟ تمام القيء في الحمل سببه هرمون الحمل هرمون الحمل ده في الست العادية المش حامل ما عندهش هرمون الحمل ده اللي هو اسمه الـ HCG هرمون الحمل بيزيد مع المرأة بيه أول ما بتحمل الجنين وكيس الحمل بيبدأ يفرز الـ HCG ده فبيبقى هرمون طالع من الجنين نفسه في بعض الأمهات بيبقى عندها حساسية من الهرمون ده فأول ما بيخش الدم عن طريق جدار الرحم تبدأ يحصل لها القيء ده فأول ما بيزيد هرمون الحمل ويخش الدم يزيد عملية القيء والترجية بس عايز أقول نقطة هنا حلوة يعني برضو إن عملية القيء المستعصي أو القيء الشديد ده معناه أن الحمل قوي يعني كل واحدة لما بتبقى حامل وترجع قوي قوي تتطمن على الحمل بتاعها ومش هينزل يعني لأن طبيعي إن الجنين بكيس الحمل بيلزق في جدار الرحم وبيتكون المشيمة اللي بتلزق قوي في جدار الرحم فكل ما بيبقى الحمل لازق قوي كل ما الهرمون بيخش أكتر يعني بيقدر يوصل لدم الأمة أكتر فده معناه أن الحمل لازق عشان كده ما بنديش مسبتات حمل للست اللي عندها قيء مستعصي يعني زيادة بس فدي ده موضوع القيء اللي هو علاجه إحنا قلنا عليه تمام سكر الحمل بقى آه ده بقى حاجة يعني مهمة جدا وبنصح بيها ستات الحوامل أوي إن هما لا أنا ما عنديش سكر أنا عمري ما جالي سكر هاي جالي سكر حمل إيه وبيحصل يعني أنا جات لي في العيادة في كيرزون هنا جات لي واحدة لسه الأسبوع اللي فات أتابع معاها لقيت حجم البيب كبير أكبر من الطبيعي فبقول لها أنت بتعملي سكر أقول لها أعمل سكر ليه طب بترجعي بتعملي سونار كان لسه في الشهر السابع تقريبا أشوف لا أعمل ولا سكر أنا ما عنديش سكر قلت لها لا ما هو مش لازم قلت لي لا لا أنا عمر ما جالي سكر في حياتي فإزاي فمن هنا أنا أحب أدخل إن موضوع سكر الحمل ده ممكن تكون الستة عادية جدا قبل الحمل ما عندهاش سكر بزبط وبيحصل لها سكر حمل فأنا حشرح برضو الجزئية بتاعت إزاي بيحصل السكر الحمل سكر الحمل ده السكر عن متن اللي هو بيبقى ارتفاع السكر في الدم ما بيتحرقش اللي بيحرق السكر في الدم ده مادة الإنسولين اللي بتتفرز من البانكرياس بزبط فالطبيعي فترة الحمل لما بيحصل الجنين بيمنع حكاية أن السكر ده يتحرق في الدم فبيعل قوي في الدم طيب السد العادية اللي هي من قبل الحمل ما عندهاش سكر طب ليه بيزهر سكر حمل لأن في الحمل البانكرياس بيبقى بيتعب شوية على ما يحرق السكر ده ده في الطبيعي بيتعب يعني بيزهر المجهود أكتر ويطلع إنسولين أكتر من الطبيعي فالستة من صغراء وهي صغيرة بيبقى اللي عندها استعداد أن يحصل لها سكر حمل مش سكر حمل أسفة سكر عادي في سن الأربعين أو الخمسين أو الستين هم دول اللي لما بتحمل البانكرياس بتاعها بيتفضح بيبقى بانكرياسها ضعيف شوية وهي صغيرة بيبقى عنده استعداد أنه لسه حيحصل لما تكبر وتعاقل لما توصل سن الأربعين والخمسين طب اللي بيحصل ليه بيظهر عندها سكر الحمل لأنه بيتفضح البانكرياس بيبقى أصلا مش قادر أول فبالتالي بيدي له أمر الجسم أنه لازم يطلع إنسولين زيادة فبيتفضح فمش قادر يطلع إنسولين فبيحصل لها ارتفاع في سكر الحمل فدي نقطة مهمة قوي إن نخلي بالنا اكتشافه سهل جدا إن إحنا أول ما بتحمل في أول ثلاث شهور يعني لو كانت 12 أسبوع بنبدأ نعمل بعض التفحوصات وبعض التحاليل اللي هقولها بعد كده من ضمنها وأهمها هو سكر التجسسي بتاع الحمل اللي بيبين لي نسبة السكر في الثلاث شهور اللي فاته أو الأربع شهور اللي فاته هي عندها استعداد ولا لا وأول ما بنكتشف ده بنتدأ بقى نتخذ إجراءاتنا إن إحنا لازم نتابع البيبي نتابع الجنين نتابع الحمل نفسه نديه علاج للسكر ده بس النقطة بقى اللي عايزة برضو أقولها في سكر الحمل إيه هو علاج سكر الحمل بالضبط علاج سكر الحمل ممنوع منعا بدا أخذ أدوية حبوب اللي هو أدوية السكر في غير الحمل إنسولين إنسولين بس تيجي مثلا برضو جات لي ستة تقول لي طب أنا هاخد إنسولين إبر ما أنا لما حاجئ بطلها بعد ما أولد وكده حيحصل لي تخن مش هقدر أبطلها لأ إبر الإنسولين دي إبر تعويضي يعني البنكرياز مش قادر يفرز إنسولين بكمية معينة فأنا بعوض الإنسولين اللي هو ما بيطلغوش البنكرياز بالإنسولين ده أول ما بيقف الحمل خلاص السكر بيرجع لتبايته في الدم فالإنسولين بيبقى خلاص مش محتاج يطلع بالنسبة كبيرة قوي فخلاص بقى درب أطلو بير الكورتزون مثلا الكورتزون أول ما ببدأ أخده أو أديه لبعض الناس في الحالات اللي هم بيأخدوا فيها كورتزون ده أما بيجي أوقفه بيحصل بقى تخن توقيفه يبقى تدريجي ده مشكلة تانية فلازم برضو وخصوصا أن السكر الحمل السكر بيروح من الدم يعني في بعض السيدات نسبة كبيرة جدا اللي ما عندهاش استعداد طبعا بتخف وبيروح السكر من الدم أو بيفضل بصورة ضئيلة قوي بشهور مثلا بعد الحمل إلا إذا الستة كان عندها زي ما بقول استعداد وراسي من الأول خالص بيستمر معها الحمل خلاص بيبقى عندها سكر عادي مش سكر حمل يعني بيقلب لسكر عادي ولازم تاخد علاجه فلازم يا جماعة لازم نعالج السكر الحمل نكتشفه أولا ونهتم به ونعالجه والنصايح اللي بيقولها الدكتور ممنوع أكل سكريات كتير أثناء الحمل نخلي بالنا من وزن الأم ووزن الجنين أن البيبي ما يكبرش يعني إيه مشاكل السكر أول حاجة سكر الحمل ممكن يعمل مشاكل في الأم وزنها بيزيد ويقلب زي ما بقولك السكر ده يقلب لسكر بعد كده الجنين بقى بيحصل له إيه أول حاجة ممكن إجهات في أول ثلاث شهور الحمل تلاقي البيبي نزل مزاب طيب ممكن يعمل تشوهات لقدر الله في الجنين لما يتولد مزاب أهم تشوه اللي هو تشوه في العمود الفقري بتاع الجنين اللي هو آخر فقرة تتكون في الجنين اسمها سيكرا الإيجينيس يعني تكوين فقرة عظمية كده بتبقى شكلها غير طبيعي طيب ناخد معنا أول تسال تليفوني مادام رحمة تفضلي أهل السلام عليكم وعليكم السلام دكتورة معاكم أهلاً يا مادام رحمة ماذاك يا دكتورة أهلاً سلام تفضلي سمعت أن أحمل في الشهر السابع وروحت أعملت سنار أقول لي في عظمة في الجمجومة في عظمة في الجمجومة أنا مش عارفة العظمة دي إيه حكاية دي إيه أه ماشي طيب في حاجة تانية عظمة زيادة يعني ولا في مية زيادة أه خيب يعني المية كل حاجة من ضبطها تفضلي عظمة في الجمجومة وفي الشهر مش كويسة مادام رحمة مش أدرسمة الشبكة مش كويسة عندك طيب مش عارفة تمام نحاول توصل معنا تانية مادام رحمة هو موضوع أن هي تعمل سنار في الشهر السابع وتكتشف ده حاجة عيب خلق الممكن يبقى موجود في الجنين ممكن تبقى حاجة بسيطة أوي ما فاش وبتبان لما بعد الولادة عشان كده أنا بلج يعني بقول وبوجه نصايحي أن متابعة الحمل بالسنار من أول شهور في الحمل دي مهمة جدا يعني بتكتشف حاجات في البداية ولو شكينا في أي حاجة لو في عامل وراسي أو عامل كروموزومي لو مثلا فيه جنين قبل كده فيه مشكلة أو لو سن الأم كبير بعد سن الخمسة وثلاثين سنة أو لو فيه مشاكل أن هم قرايب فيه حاجة بتشككني اللي ممكن يحصل حاجة لازم بتعمل فحوصات معينة في الشهر اللي هو في عشر أسابيع يعني وبعدين سنار رباعي الأبعاد بتعمل ده مهمة ده بيكشف كل حاجة خاصة بالجنين ومتابعة السنار بعد كده على نمو الجنين أخبره وإيه والتشاوات وطبعا ما نقدرش نقول حاجة ولا نقدر نتدخل إلا بعد الولادة يعني شارع عنه كده هرماني نغضي تصال تاني يا مادام حنان أهلا أتفضلي يا مادام حنان الدكتورة معيك أهلا دكتورة أهلا يا مادام حنان إزاي تفضلي شكرا يا دكتورة أنا عندي مشكلة يا دكتورة صباحا الموضوع ده يصبح مشكلة أرتين ممكن صوتك شوية يا مادام حنان وضح الصوت شوية ماش 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 تتفضلي افعل التلفزيون طب يا مادام حنان بعض إزنك ماش سألك يا مادام حنان أعلم معاك يا مادام حنان ماش يا دكتورة لو سمحت يا دكتورة أنا عندي مشكلة أخاف يعني أحكي معادي يا حنان تفضلت دكتورة معاك تفضلت ماش أنا عشتك أفتع لدكتورة نسل أيوة آلو سمعات يا مادام ماش مادام حنان مادام حنان تفضلت للناس بالكلمة التسمم بس هي كده هي ارتفاع الضغط في الحمل مع شوية أعراض تانية تسمم الحمل دي بيحصل غالبا من بداية الشهر بعد أربع ونص أربع شهور ونص ما بيحصلش في أول الحمل يعني ده برضو ليه قصة ارتفاع الضغط ده ليه أو بيحصل ليه طبيعي إن الجنين وكيس الجنين والمشيمة كلها بتلزق في جدار الرحم أكيد والمشيمة بتتكون فالجدار ده بيبقى اسمه فلتر بيبقى فيه فلتر بين دم الأم وبين دم الجنين الفلتر ده بياخد من جسم من الجنين الفضلات بتاعته اللي بيطلعها كلها بتروح لدم الأم يتخلص منه طيب والجنين بياخد من دم الأم الغزة الأكسوجين الغزة اللي بيفيده وبيتغذى به طيب بيعدي عن طريق الفلتر ده طيب في بعض الأحيان بيبقى الستات عندها الفلتر ده بيبقى جدار سميك أو بيدخن فلما بيبقى سميك الفضلات ما بيعرفش البيبي يطلعها للأم ولا ياخد غزة ولا أكسوجين من دم الأم يعمل إيه؟ يبدأ يحارب يبدأ يقول طب أعمل إيه؟ يبدأ يفرز المادة دي المادة دي بتتفرز من المشيمة مادة بتنبه الأم يعني إن فيه حاجة مشكلة المادة دي بتدخل دم الأم هي دي اللي بتدخل دم الأم فبتعمل ارتفاع في الضغط وبتعمل تعب في الكلة نفسها بتأثر على الكلة وبتعمل تورن في جسم الأم طب ناخد معنا عشرين من كفر الشيخ تفضل عشرين السلام عليكم وعليكم السلام أهلاً بيدام شرين يا دكتورة سمحتي أنا في الحم في الشر اللي ببداية الشر الخامس دلوقتي أه ويعني ايه بروح الحمام كل خمس دي يبقى عدت لقيلة أروح على طول الحمام دي ده دليل علي إني عندي سكر مثلاً مع إني مع إني حللت دكتورة يعني اللي أنا متابعة معها خلتني حللت سكر في بداية الثلاث شر الأولانيين وطلع عندي نسبة سكر في المي بس حللت سكر عشوائي خلتني حللت سكر عشوائي طلعت النسبة مية سبعة وعشرين أو حاجة دي كده يعني قلت لها كويس لكن كان عندي نسبة سكر في المي بس بقى الحمام بالليل وبالنهار يا ده بكشرب شوية المي أبو الصلاي راحة جاية راحة جاية يهدي دليل على إن عند حمل يعني عند سكر حقول لك حاضر بس يا مدام شرين شكرا لي دلوقتي موضوع دخول الحمام أنا بقلت من الأعراض الطبيعية في أول شهور الحمل إن ممكن تخش الحمام كتير ده شيء ما يقلقش قوي ليه لأن الرحم بيضغط على المسانة فبيسبب دخول الحمام كتير إذا زاد عن اللزوم وبتحس معها بشوية أعراض كده حرقة أو حاجة ممكن لازم بنعمل تحليل بول ومزرعة بول الاتنين دول حيبينه ممكن يكون عندك التهابات في البول دي بتسبب برضو ألام في الضهر ومعاها الدخول للحمام كتير يعني تلاقي نفسك عايزة تخش الحمام كتير مع عرق ده سبب تاني ممكن يكون مع كبر أنت في الشهر الخامس البيبي عمال يكبر والرحم عمال يكبر فبيضغط على المسانة فبيحصل والرأس نفسها بتبقى تحت وتبقى كويسة في الحوض تضغط على المسانة فبتسبب دخول الحمام كتير طبعا السكر سبب أو عامل من العوامل لدخول الحمام بس أنت بتقولي حللتي سكر مفيش مشكلة فيه ممكن يكون عندك استعداد اللي هو السكر الماء عندك استعداد خفيف ده بيساعد طبعا على دخول الحمام يعني تفيه كذا سبب نغض مانا مجمال ألو ألو شكرا وعليكم وعليكم السلام أهلا يا مجمال تفضل الدكتورة معاك من فضلك لو سمحتي أنا حملت مراتين اثنين وضعب وحصل إجهات يعني أيوة سنك مش عامك أنا مسافة معرفة مثلا أربعين خمسة واربعين يوم بس تلاقي بينزم واتست التلفزيون شوية مجمال معلش هو بقولك لو سمحتي هو أنا حملت نقطة اثنين مسافة اثنوب اربعين يوم خمسة واربعين يوم وبعدين جانين ناغر يعني وبعدين رضيحتي تانا حملت بتاع خمسين يوم كده وبرده كان مسافة معرفة ماذا البرده سنك كم سنة يا مدام؟ عشرين سنك عشرين سنة؟ ها ودول أول حملين ما حملتيش قبلهم خالص ما عندكيش أولاد يعني مفيش أولاد طيب احنا هنا بنخش القصة أسباب الإجهاض تمام شكرا أنا مجام هنكلم على أسباب الإجهاض المتكرر عشان أرد عليها أن الإجهاض المتكرر بعد مرتين أو ثلاثة بنحسبها إجهاض متكرر أو متعدد هي سنها صغير عشرين سنة أنا بقول أن الحمل نسبة الإجهاض في أي في الحمل عامة في العالم كله نسبة الإجهاض بتبقى من خمسداشر لعشرين في المية بمعنى إيه؟ إن كل خمس حوامل واحدة منهم بتجهم ممكن تكون أسبابها رجع لأكتر أسباب أكتر أسباب ستين في المية من أسباب الإجهاض اللي هي بترجع للجنين نفسه والباقي كله للأم وفي أسباب للأب فهي مثلا لو حنقول أن هنتكلم على الأم نخش في قصة الأم إنها سنها عشرين سنة عشرين سنة ده سن صغير فممكن تكون عشان السن الصغير بتبقى البوايدة اسمها بوايدة خامة لسه صغيرة فبالتالي ممكن ما تستحملش إنها تتخصب والرحم نفسه بيبقى لسه مش مستعد فبيحصل إجهاض ده سبب ممكن يكون من الأسباب في أسباب بقى تانية هنقولها ممكن في الأم أسباب داخل الرحم وأسباب خارج الرحم في الرحم نفسه تمام الأسباب اللي داخل الرحم ممكن تبقى عندها أورام ليفية أورام ليفية دي بنشوف عددها كام حجمها قد إيه مكانها فين التلاتة دول يعني لو حصل إجهاض وعددهم والعدد كبير يبقى ده سبب هو القوي وليزم تعمل عملية فيه لو حجمه كبير وحصل إجهاض يبقى لازم تعمل عملية لو داخل الرحم وحصل إجهاض يبقى لازم تعمل عملية طب لو جينا قلنا داخل الرحم بقى غير الأورام اللي فيها شكل الرحم نفسه والعيوب القلقية ممكن يبقى الرحم نفسه حاجة اسمها انفنتيليوترس يعني الرحم أصلا صغير توفايلي صغير فده بيحتاج بقى علاجه هرمونات وإبر لسنين ممكن يكون الرحم فيه حاجز رحمي أو رحم اسمه بيبقى عامل ذو القرنين بيبقى رحمين كده وشكلهم رحمين كده متفرعين فبالتالي لما بيحصل حمل الحمل بيحصل في جزء من الرحم مش الجنب التاني فبيحصل برضو إجهاض فدي أسباب نيجي الأسباب تانية ممكن نتكلم فيها اللي هي حاجة الأجسام المضادة ممكن الأجسام المضادة دي بتحصل طبيعي الأجسام المضادة بتتكون ضد أي ميكروب بيخش الجسم لا هنا بيحصل خلل في جسم الست عمتاً أو بيحصل خلل في التكوين جهاز المناعي إنه بيعمل أجسام مضادة ضد الجنين لما بيلزق في الرحم ضد نفسه يعني بيحربوا بيسقطوا ممكن تجلط في الدم الست لما تبقى وزنها كبير بتحصل تجلطات فبيسبب إجهاض ممكن يبقى من الجنين نفسه الجنين نفسه وغالباً اللي هي في السن برضو الصغير أو أو سن بعد الخمسة وثلاثين بيبقى فيه حاجة اسمها اللي هي كروموزومات تشوه كروموزومات طبيعي إن الزوجة أو الأم والأب بيبقى هي 23 كروموزوم وهو 23 كروموزوم بس هي X وهو Y أو X وما بيتقابلوا ببعض الحيوان المنوي والبويضة دي 23 وهو 23 المفروض الطبيعي بقى الـ 46 في بعض الأحيان بيحصل لخبطة في الـ DNA وبيحصل لخبطة في تكوين الكروموزومات ده فبيبقى أقل أو أكتر ده اللي بيعمل تشوه للجنين طب ناخد الحاجة سامية أهلاً عليكم السلام يا حاجة سامية أهلاً وساعد فضّالي أهلاً بحضرتك ربنا يخليك بص حضرتك أنا بنتي هي عندها 30 سنة وحامل في الشهر السابع أيوة وعندها سكر جالها سكر حامل أيوة فالدكتورة بتقول لها إن الجنين يعني أكبر من حجمه يعني هي في الشهر السابق أكبر من حجمه وبعدين عملت إشاعة اللي هي الكبيرة دي اللي هي الرباني يعني إيه مثلا هو مفروض عشرة عشرة هو 11 حاجة يعني نتوذكر فأنا عايزة أعرف هي إيه مش راجعة تقولي بتقولي يا ريتني يعني ما قلتلكم دي حاجة نتوذكر يعني فأنا نبسى أعرف هي إيه الحاجة دي لا أهو طبيعي إحنا قلنا إن السكر الحمل ممكن يعمل مشاكل في الجنين شوية بيكبر وزنه الميا اللي هي فيه اللي هي بتبقى موجودة في مخ الجنين وكده بتدخن شوية بس دي لا تذكر ما نقلقش منها وما نعرهاش أي اهتمام المهمة دلوقتي وزن الجنين يعني هي دلوقتي في الشهر في الشهر السابع يعني هي أول ما بيوصل الجنين يعني يتقدم يخش مثلا على أول التاسع ولا حاجة لو وزنه كويس تولده على طول ما نستناش عشان لو استننا بتبقى فيه مشاكل تانية لقدر الله فاحنا أول ما بيوصل يعني لو هو وزنه كبير قوي طبعا هي مش هتقدر تولد طبيعي تولد قيصري بنعمله شوية فحوصات بنعمل رباعي الأبعاد بنعمل الدوبلر للجنين ونشوف المشيمة أخبارها إيه في حاجات كده شوية فحوصات لازم نعملها ونتطمن إن الجنين كويس يقدر يكمل الحمل لغاية أقرب فترة ممكن نولده فيها مش لازم يكمل شهره خالص لازم يكمله لغاية مثلا أول التاسع على الأقل وبتياخد قبر بقى علشان نساعده على الولادة بتاخد قبرة الرئة لها الكورتيزون عشان تعمل تساعد على النمو والرئة قبل الولادة فهي بتتابع مع الطبيبة يعني تشوف الطبيب المختص اللي بتراجع معي وتهتم بالحاجات دي وما تقلقش خالص بالشيء اللي يذكر ده في الموخ إن شاء الله فيه ناس يا دكتور بتسأل مواعيد حضرتك كمتا عشان تتواصل معي كمتا أنا في العيادات كيرزون في الشيخ زايد مواعيد يوم السبت والاثنين والأربع ممكن بتبقى من الساعة خمسة للساعة سبعة فأي وقت تشرفوني عندنا في العيادة كل حاجة كل حاجة بداية حتى من المعمل والمختبر جاهز من كله عندنا الصنارات عندنا ربع الأبعاد عندنا كل الفحوصات اللي ممكن نعملها قبل الزواج وبعد الزواج وأثناء الحمل فكل حاجة موجودة عندنا عندنا جهاز التخطيط لو حبينا نتطمن على الجنين والمتابعات الطبية فتشرفونا لو اي مشكلة او اي استشارة عايزين اهلا وسهلا واللي عايز برضو يتواصل مع الدكتورة ارقام التليفونات والعنوين هتنزل دلوقتي على الشاشة كمين بقى تصمم الحمل دكتور؟ اه احنا وصلنا لتصمم الحمل اللي هو الفيسيولوجي بتاعه او ضغط الحمل بيحصل فيه اول ما طبعا ازاي بنكتشف ده اهم حاجة متابعة الدكتور اما بتبدأ تتابع من اول شهور الحمل لازم الدكتور بيبقى عنده تشارت كده او بيسجل اياس الضغط والوزن مهمين جدا تسجيل من اول الحمل اياس الضغط والوزن ليه من اول الحمل ساعات بيبقى ضغط الحمل الطبيعي يعني معظم الحمل بيبقى ضغطهم منخفض الضغط الطبيعي اصلا 120 على 80 او 120 على 70 هو ده الضغط الطبيعي الضغط المرتفع لنبدأ نقول مرتفع 140 على 90 طب في بعض كتير من الحامل بيبقى ضغطها 100 على 60 100 على 70 90 على 60 ده ضغط منخفض بس ده الطبيعي بالنسبة للسترحام طب انا لما بسجل الضغط ده كل زيارة ويجي انا لقي ضغطها مرة واحدة بعد زيارة معاينة 120 على 80 طب ما ده طبيعي في الناس العديد بس هو مش طبيعي عنده ده معناه ان فيه حيبقى فيه ارتفاع في الضغط لازم اخد بالي او لا لازم تسجلي اياس الضغط على طول لازم نبدأ نعمل فحوصات معاينة اللي هو مثلا اياس الوزن نعمل لها تحليل البول عشان نشوف الزلال في البول ما هو بيصاحبه ساعات الزلال في البول بنشوف جسمه اخباره ايه فيه تورم ولا لأ عشان نلحاقه قبل ما يبقى عاينة بالنسبة للزلال فيه نسب كده بتخاف تأكل بيد تقولك هيزود نسبة الزلال ايوا لا انا عايزة بس انا في الفكرة دي خالص بعد معرف موضوع الزلال ده ايه هو الزلال اللي بيظهر في البول ده الزلال ده عبارة عن مادة بروتينية بروتين في الجسم ومادة مهمة جدا وغالية قوي على جسم اي حد مادة غالية لازم الجسم يحافظ عليه ودي بتتفرز من الكلة فاذا لقينا الزلال اثناء تسمم الحمل وكده لقينا الزلال ده موجود في البول ده معناه ايه؟ معناه ان الجسم بيستغنى عن حاجة غالية او دي شيء مش طبيعي معناه ان الحارس بتاع الزلال ده اللي هو الكلة بايزة او بدأ التبوز لابا لازم اخد بالي ان الكلة هتبدأ تبوز الزلال وجوده فيه فبانصح بايه؟ طبعا بالمتابعة واشوف الضغط وبانصح في الحالة دي انها لازم تعود الزلال اللي بينزل في البول ده بزلال فبيض البيض فيه زلال فما فيهوش اي مشكلة خالص مع ستة الحمل ان هي تاخده يعني على اساس ان هو بيعوضها عن الزلال مش متاخدش عشان فيه زلال لا ده انا عايزها في الحمل يعني فمتابعة الحمل في ارتفاع الضغط او تسمم الحمل ده مهم جدا جدا ان احنا نتابع ونتابع اياس الضغط اول ما نكتشف كعلاج بقى اول ما نكتشف ان الضغط مثلا وصل 140 على 90 نبدأ ندي ادوية ادوية لارتفاع الضغط ده علشان نزبطه طيب افرد بقى ارتفع الضغط ده 200 على 110 ايه هو العلاج؟ انهاء الحمل لازم ترميش لازم ندخلها وتولد ليه؟ لان ده معناه انا دلوقتي بقولك ان الجسم لما بيبقى تعبان او ما فيش حاجة وصل له من دم الام بيبدأ يفرز مادة بتقول انا تعبان فمعنى ان الضغط يرتفع قوي كده يبقى معناه ان حصل تعب للبيبي البيبي مش قادر يستحمل يوعد جوه رحم الام ليه؟ بيفرز المادة دي بقوة او بيقول انا هو انا تعبان جدا فالمادة دي بتوصل لدم الام بترفع الضغط بتبوز الكلة وبتنزل الزلال في البول وبتورمها وبتورم رجليها وتلاقي توريم في جسمها كله فاعراض تسامم الحمل يا اما بيحصل ارتفاع في الضغط يا اما بيبدأ بوجود زلال في البول وده لازم ناخد بالنا يا اما تورم في القدمين والرجلين لو لقينا الست مثلا جسمها مورم ورجليها مورمة مش معنى كده ان هي عندها ضغط برضو الست الحمل ممكن بتورم لازم ساعتها اقيس الضغط واشوف الزلال ممكن يجي معهم تورم فلو لقيت مفيش ضغط ولا زلال ساعت اقول لا لا ده من الحمل نفسه ناخد استاذ هشام من المنوفية ألو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا معاك الدكتور اهلا وسهلا استاذ هشام هذا دكتور انا عندي اختي اختي حانت بالشهر التاسع اه فطلع لها الغد الدرقية فالدكتور اهلا لازم دون العامالية دي دعلي الولادة بعشر سوال اه فهو مش غلط ده اولا لا مش غلط طبعا هو موضوع ان ارتفاع الغد الدرقية او نزولها ولاخباطة هرمونات الغد الدرقية دي بتأثر بتأثير سلبي بعد كده على البيبي نفسه وعلى الجنين فاحنا هو اذا كان عايز يعملها احنا بالنسبة لنا مفيش مشكلة بالنسبة لطبيب النساء ان هي تعمل عملية ببنج خفيف او بنج متبقاش فترة طويل او دي عملية مش صعبة يعني لكن اللي اخباطة الغد الدرقية نفسها وارتفاع الهرمون او نزول الهرمون ده المفروض برضه بمتابعة الحمل يعني هرمون الغد الدرقية ده المهم في اول فحوصات في الحمل لازم نعمل تحليل هرمون الغد الدرقية ده مهم جدا ليه لان اللي اخباطته لما نلاقي الهرمون تي اس اتش ده مرتفع معناه فيه هبوط لازم تبدأ تاخد ادوية نزول للتي سري وتي فور اللي هو الهرمون نفسه بقى بيبقى نازل قوي فبالتالي لازم نعواده بان احنا نديها الالتروكسين او ده اللي هو الغده بجرعة معينة بتراجع مع مين مع دكتور الغده ده الصماء لازم تتابع معاه ويزبط لها الغده ده عشان بعد كده لو ما تزبطش هيبقى ليه تأثير سلبي على الجنين جوابه اتنخل وبعد الولادة الجنين بتبقى فيه مشاكل تمام احنا قلنا ازاي الوقاية من تسمم الحمل ان احنا لازم نتابع عند الطبيب ونسجل الضغط ونسجل الوزن ولو الطبيب لقى فجأة كده وهي بتتابع معاه ووزنها زاد 5-6 كيلو لازم يحط في باله ان في عندها استعداد التورم ده داخلي لان التورم بيبقى داخلي الاول وبعد كده يظهر وبعد كده يظهر فممكن ما يكونش ظاهر لسه بس وزنها زايد زايد بصورة وهي تقولك انا ما باكلش سكريات ما باكلش دهون ما باكلش الحاجات دي فا ايه سبق؟ وهي كانت عنده قبلها مثلا باسبوعين وبالتالي لما بيزيد الوزن فجأة عند الام يبقى ممكن يكون في عندها خلل في الموضوع ده فلازم نخلي بالنا منه اه اه اول ما بيحصل احنا بنكتشف تسامم الحمل ده بنتدي ادوية زي ما بقولك للضغط وبنتدي ادوية موسعات للقواية الدموية لازم تبدأ تاخد موسعات للقواية وادوية ضد التجلطات دي بتسهل شوية مرور الدم في المشيمة فاي واحدة ست حامل اول ما بتروح للطبيب حاجة من الاتنين يا اما بيتباهى عادي لغاية لو اكتشف ان فيه ظهور تسامم حمل يبدأ يديها الادوية ده لو هي اصلا عندها هستوري او تاريخ سابق بجنين قبل كده او بيبيت ولد وكان عندها تسامم حمل بتبقى فيه نسبة معينة لان تسامم الحمل ده يتكرر في الحمل التاني متى فنبدأ من اول الحمل ندي اللي هي موسعات الاوعية الدموية ده بس فلازم ناخد بالنا من القصة دي تأثير الادوية على المرأة الحامل اه بمناسبة ان احنا بندي ادوية في الحمل احنا لازم يعني مش هقول ما نقلق شي بس احنا بنقسم الادوية دي لتلت اصناف يعني فيه كاتيجوري ايه وفيه بي وفيه سي وفيه اكس يعني ايه ده ده مفيش مشكلة منه خالص اثناء الحمل بس طبعا مش هي تروح للصيدالي وتقوله دي لي دوا لع الدكتور هو اللي بيكتبه لها فدي مفيش فيها اي مشاكل خالص اثناء الحمل اللي هي تم قبل كده عشان قلنا سيف للحام الليل اللي هي تم تجربتها على الانسان قبل ما نبدأ ناخد ابروفل او موافقة على الدوا ده اتجربت على الانسان لكن كاتيجوري بي و سي اتجربوا على الحيوان بس بي ممكن يكون اخف شوية خطورته مش يعني هم الدكتورة جربوه وجربوه كتير فلا ان هو ملوش مخاطر فبيتاخد بس بريسك يعني على حسب لو الحلاج دي سي ده ما بيتاخدش خالص اثناء الحمل خالص يعني ممنوع يعني لان هو بيبقى فيه خطورة فيه بقى كاتيجوري اكس اللي هو بيبقى اصلا مكتوب عليه باللغة العربية حتى من العالم كله ممنوع للحوامل والمرضعات ممنوع ممنوع ده بقى يعني تشوهات ومشاكل للبيبي ومشاكل للأم اثناء الحمل ما ينفعش خالص فلازم برضو نخلي بالنا ان لما الدكتور بيكتب اي رشدة برضو المريضة المنع انها تسأل الدكتور طب انا باخد الدواء تاني مثلا عشان نشوف التعارض بين الأدوية وبعضها دي مهمة جدا وفيه وردو بديل للعلاج يعني ممكن هي تروح للصيدلي يديها بديل لي بالزبط فما نعرفش ده فلازم تتصل بالدكتور اللي بيتابع معاها او بتروح له العيادة بتقول له انا باخد الدواء الفلاني او الصيدلي يداني الدواء ده بدل ده هل هيتعارض ولا لا فتعارض ممكن انا بدي دواء اامن في الحمل ودواء تاني هي بتاخده اامن برضو بس الاتنين مع بعض بيقللوا كفاءة بعض وبيتعارضوا فدي لازم استشارة الطبيب في اي دواء هي بتاخده اثناء الحمل كياس المبايد وتأثيرها على المرأة الحامل في بقى عرض تاني بيحصل اثناء مش هقول اثناء الحمل قبل الحمل في بعض السيدات اللي هي عندها مشكلة تأخر الانجاب فبتاخد ادوية منشطات وقبر منشطة وتعمل حقن مجهري فده بيعمل تضخم في المبيض وبيعمل اكياس في المبيض كبيرة البوايدات الكبيرة اللي هي بعد التنشيط بتكبر وبتبقى عددها كبير فبيفضل مثلا بعد ما بتروح من العلاج وهي تبقى حامل بيفضل مثلا كيس ولا كيس ايدي بيصحبها ده اثناء الحمل اكتشافه مهم جدا انه يبقى بدري يعني اول عشان كده بقول لازم متابعة الحمل بدري والسنار بدري بشوفه من اول ما بعملها سنار من اول سنار بشوف كيس الحمل كيس الحمل ده ليه يعني ليه مخاطر على الحمل والحمل نفسه ممكن يبقى ليه مخاطر على الكيس كيس الحمل ده ممكن يبقى كبير شوية وبيضغط على الرحم يجي ضغط على الرحم يسبب إجهاض لأنه عمال ضغط عليه بطريقة معينة كده فيسبب مشاكل في الحمل نفسه طب الرحم إزاي يسبب مشاكل للكيس؟ الرحم بيضغط على الكيس يسبب إيه؟ انفجار الكيس، نزيف داخلي، التواء في الكيس، غرغرينة في الحبل المتصل بين الكيس وبين المبيض بيسبب ملتوي فيسبب غرغرينة فدي مشاكل خطر على الأم في الحالة دي لازم إن إحنا نتدخل بعملية اللي هي المنزار في الفترة دي إن إحنا أول ما نلاقي إن فيه كيس وحسب حجمه يبقى لازم نتدخل ونعمل المنزار البطن علشان نشيل الكيس ده فده مهم جدا في أثناء الحبل إن هو استقصال الكيس أو علاج الكيس ما نتجاهلش نقطة زي دي أبدا من الأكياس دي مهم أبو، وفي منها حالات كتير وما تقلقش الست تقول عملية سويرة يعني الطبيب اللي بيعمل العملية بيبقى حاطت في باله طبعا إن إديه واحدة حامل إن الرحم موجود وفيه بيبي طبيب التخدير بيبقى حريس جدا برضو في قرية التخدير اللي بيديها بس لازم إن إحنا ما نتهونش في حاجة زي دي ماشي؟ فيه نقطة تانية أحب أقولها برضو إن متابعة السونار في أول شهور الحمل من أول متابعة السونار ليه إحنا بنعمل سونار في أول شهر في العمل؟ أول ستة أسابيع اللي هو أول ما يظهر الكيس داخل الرحم الأم إحنا بنشوف أول حاجة هل في حمل داخل الرحم ولا مفيش؟ ممكن يبقى خارج الرحم هل في حمل واحد كيس واحد ولا توأمي؟ ممكن يبقى واحد وممكن يبقى توأمي ممكن ناخد أمو صندس ونكمل؟ تفضل يا أمو صندس أهلا يا أمو صندس هلو؟ هلو؟ أهلا يا أمو صندس الدكتورة معاك هلو؟ معاك يا أمو صندس الدكتورة معاك إيه؟ الدكتورة معاك تفضل نكمل بقى شكلها مشغولة نعم البيبي مزعالها شوية اه ضبط فبنتكلم على إن ممكن نلاقي إحنا قلنا إن ممكن يبقى نلاقي داخل الرحم فيه كيس حمل وده طبعا في الفترة اللي هي المفروض إن يبان فيها حمل داخل الرحم اللي هو ستة أو سبع أسابيع شهر ونص أو شهر وثلاث أسابيع أو بنلاقي كيس واحد أو كيسين يعني جنين واحد أو جنينين توأم يعني أو ممكن نشوف جنين صاحي ولا حي ولا جنين ميت ماشي؟ ممكن يكون الحمل التوأمي ممكن نلاقي كيس داخل الرحم وكيس في الأنبوبة في الأنبوبة اللي هي المصورة اللي هي بيبقى الأول بيتخلق فيها الجنين ممكن نلاقي جنين تاني جوه وده بيسبب حمل خارج الرحم وده مشكلة في قناة فلوب ممكن في حمل توأمي بيحصل حمل داخل الرحم وحملة خارج الرحم فقصة حمل خارج الرحم دي من الحاجات الخطيرة جدا والمهم اكتشافها في أول الحمل أن ليها مردود وحش قوي على الأم مش على الجنين لأن الجنين طبيعي ما بيكملش أصلا يعني الحمل في قناة فلوب ده ما بيكملش بينفجر اه بينفجر فاحنا بنقول ازاي بيحصل حمل خارج الرحم ده دلوقتي لما بتحصل ان البوايد تبويض وبتحصل البوايدة بتخرج من المبيض وتنزل على قناة فلوب بتستقر من 24-48 ساعة لو حصل علاقة زوجية بيجي الحيوان المنوي ويدخل عن طريق الرحم ويجي للقناة ويقابل البوايدة ويحصل تخصيب هيخصب حيتكون الجنين الجنين بقى هيقعد بلازق في قناة فلوب اربعة ايام ماشي اذا فيه اي مشكلة بالنسبة للقناة فلوب دي التهاب انسداد اي حاجة الجنين ده مش هيقدر يعدي ويمر وينزل جوه الرحم ويفضل في قناة فلوب هيكبر لفترة بسيطة كده لو ما اكتشفناهوش في الفترة دي بيحصل ان الانبوبة بتنفجر وبنخسر الانبوبة اللي هي قناة فلوب بنخسرها خالص خلاص بالضيع فبتبقى عندها انبوبة واحدة ممكن يحصل نزيف داخلي للام ده لي مشاكل رهيبة تلاقيه ستة بتنزف وهي مش عارفة فده طبعا ده الدكتور بقى هو اللي بيكتشف ده مش الام بالمتابعة انتي الام بالمتابعة انها لازم تروح للطبيب دايما في المواعيد اللي محددها لها ما تهملش معايد وفي نفس الوقت الدكتور لازم يكتشف ده في اول شهور الحمل اول ما بنبدأ نحط الصنار لازم نعرف ده ما ظهرش حمل داخل الرحم يبقى اكيد نعمل تحليل فنعرف ازاي لو ما ظهرش داخل الرحم ومش قادرين نشخصه في الانبوبة او في قناة فلوب فيه تحليل هرموني اسمه الديجيتال او الرقمي ده بيتعمل وبيتعمل بعدها بـ 48 ساعة في نفس المختبر او نفس المعمل ده بيبين لي هل ده حمل خارج الرحم ولا ايه بالضبط فبنشخص به احنا الموضوع فلازم نخلي بالنا من تشخيص حمل خارج الرحم ده مهم جدا يعني الفحوصات قبل الحمل واثناء الحمل يعني عايزين نعرفها للناس في فحوصات طبعا قبل الحمل مهمة قوي لو هي زي ما انا بقول عندها عندهم استعداد الزوجين قرايب مثلا او في قصة جنين سابق او مولود سابق عنده مشكلة في التشوهات عنده حاجة في الكروموزومات عنده حاجة عيوب خلقية فده لازم نعمل فحوصات اللي هي الوراثة دي قبل الحمل فحوصات الفيروسات دي مهمة جدا لان الفيروسات ممكن نكتشف مثلا عندها فيروس معين زي ده القطط ممكن نكتشف ونقدر نعالجه قبل الحمل لان لو جاء معنا الحمل هندي علاجه كل حاجة بس ليه مشكله فالتحاليل دي لازم نعملها قبل الحمل قبل ما تحمل طيب قبل ما ناخد اثناء الحمل ناخد ام محمد اتفضلي يا محمد وعليكم السلام اهلا يا محمد اتفضلي بقولك يا دكتورا عندي يعني هم متى دكتور بس دي هو اياه قابلية للسكر اه وعندي 39 سنة ينفع حمل دلوقتي ولا لا ليه لا ينفع طبعا اهم حاجة احنا ما قلناش للست اللي هي بعد سن 35 سنة ما تحملش وبعد 40 سنة ما تحملش لا تحمل بس لازم تاخد بالها في فحوصات مهمة جدا تعملها علشان نتابع لو حصل حمل نتابع طبعا السكر مهمة قوي الضغط مهمة جدا في بعض التحاليل اللي بتتعامل اول ما بتحمل الزوجة يعني او الام بالنسبة للسن الفوق ال 39 40 التحاليل معينة دي بنخاف من منظومة الدون اللي هي بتحصل اللي هي البله المغولي زي ما اسمه في الجنين دي بنعمل لها شوية تحاليل كده اول ما بتحمل بنعمل تحاليل في الاسبوع العاشر من الحمل بناخد عينة دم عينة الدم دي بتبين حاجات كتير قوي في الجينات في الكروموزومات في الحاجات دي لو لقينا ان عندها فيه مشكلة معينة ظهرت نجي عاملين اللي هو ناخد دم المشيمة عينة من دم المشيمة اللي هو الحبل السري بتاع الجنين ده بناخده فيه سن 12 اسبوع مثلا ليه بنلحق ناخده بدري كده علشان يعني قدر الله لو بيبي فيه مشكلة كبيرة او حاجة زي كده قبل 16 اسبوع يعني شرعا يعني مفيش روح فبالتالي ممكن لو حاجة متضربة يعني حاجة قوية قوي بالنسبة للجنين ممكن ينزل في الفترة دي قبل 16 اسبوع فلازم نعمل الفحوصات دي والتحاليل دي وفيه التحليل السلاسي اللي بيتعامل في الدم بردو نوع من أنواع التحاليل اللي هو بروتين الجنين معه الـ HCG بعض التحاليل كده بتتعامل في الناس اللي أنا بقول لهم سنهم كبير ممكن تعمل التحاليل دي ده جزء مهم جدا من متابعة الحمل لكن ما قلناش إنها ما تحملش لا تحمل وتتابع بدقة وبحرص شديد أم وبكده خلصت حلقاتنا يا دكتور شكرا ليكي وتابعونا في حلقات تانية في برنامج لشيطة كورزون ولأي حد عايزة تواصل مع مجموعة الايادات الأرقام هتينزل برضو والعنوين استنونا في حلقات اللي جاي شكرا شكرا